اهلا بكم ان شاء الله هنعمل تحليل شخصيات مسلسل مشوار كل يوم هننزل تحليل شخصية بنجيب الفنان بنحلل شخصيته بنحلله بناء عن علم الفراسة وهو مدلول البطن من الظهر يعني من ملامح الوش بنعرف الشخص ده بيتفاعل في المحيط بتاعه ازاي بيتفاعل ازاي مع اصحابه مع زملائه مع اصدقائه مع بيته مع كل الناس المحيطة بين مع الشريك العمر ده كله احنا هنتكلم عليه في حلقاتنا الجاية تعالي نشوف بقى النهاردة مين معنا نفتح الكمبيوتر ونشوف هنحلل مين النهاردة يلا معنا النهاردة تحليل شخصية عبدالعزيز مخيول والله حتى اقول له عني مخيول بقى لي بقى لي كم من يومة ولادة حد النهاردة سنين كتير بقى لي عني مخيول وفي الاخر وانا بكتبها لوقت افطلع مخيول بقى عادي يعني يلا نبدأ التحليل تعالا كده نشوف اول خالص صورة قديمة ولو جينا نتكلم برضو على الاشخاص اللي هم نفس هيكل الوش كده هلا عندنا محمد صبحي برضو شخصية اه عندها معلومات زي ده طيب الفرق بقى بقى في في الاشخاص اللي زي ده الشخص ده عنده معلومات كتيرة جدا انا لما بسمع صوته بس بحس براحة نفسية نحس انها من طريق التمثيلة شخصية مصقفة جدا 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 عنده علم فاهم لما هو تعبيراته ان هو شخصية محترمة يعني حتى الادوار اللي بياخدها شخصية محترمة بغض النظر بقى ان كان عمل بقى في ايام الشباب في الصورة دي كام شخصية بس برضو انا اه بتهقل كده ما شفتش ليه شخصية مش كويسة هو كان دايما بيختار ادوار لي اه كويسة ده المحور الرئيسي اللي احنا هتكلم عليه في حلقتنا النهاردة لو جينا شفنا صورة زي دي العالم مصطفى محمود هنلاقي نفس الجابهة دي تقريبا موجود عنده بينها شبيهة دي بس مش زي دي بالزبط طيب لو رحنا عند محمد صبحي الفنان محمد صبحي اللي هو سومبل هنلاقي برضو عندنا اجابة دي موجودة شبيهة ليه طيب الاشخاص دي بيدل على ايه بيدل على ان الاشخاص دي بتدور دايما على التطور يعني عندهم معلومات كتير جدا 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 عنده معلومات قوية معلومات وثقافة مش موجودة عند اي حد طيب الشخصية دي لوحدها كده شخصية جواها حنان شخصية شعرية يعني شخص حنين اصلا طيب تعب ان نبدأ نحلل كده واحدة واحدة جابهة كبيرة يعني شخص مفكر عقلاني دايما العقل يغلب العواطف يعني ان احنا قلنا حنين يبقى بيمشي يحب على نفسه كلام لا ومش مقصود ان هو حنين بالكلام ده كله ان هو هنا عقلاني امتى ان هو يطبطب عليك وامتى يزع عليك يعني تقريبا شخصيته اللي هو بيظهر بها في الافلام هي هي كان في فيلم اسمه اه الفيلم ده بيحل مشكلة جميلة جدا اللي هو اسمه الشحتين ما عرفش الشحتين التلاتة ولا الشحتين ايه هو الفيلم ده مدته تلات ساعات ونص دي شخصيته الحقيقية اللي كان ظاهر فيها اه هو هو طبيعته زي كده وبيعرف يمثل الاشخاص دي بيقدر يمثل الحاجات دي لانها طبيعته لان هو من الاشخاص اللي ما عندهاش القدرة على التمثيل زي الناس الفنانين التانيين اللي هم بقى ايه يبسل دور شرير ودور عاطفي ودور رومانسي فانا هتلاقي كل الادوار بتاعته نمط واحد اللي هو بيقدر يعمله اللي هو الاب اللي عنده اخلاق ومتربي الاب اللي بربه اولاده كويس الولد الكويس الولد المحترم طيب نرجع للفيلم بتاع اللي هو الشحتين ده فيلم ده بتاع روبي ومعرفش مين تاني اه الفيلم ده قوي جدا بيحل مشكلة كبيرة اوي 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 في المجتمع يعني ممكن تشوفوها هتلاقوه فيلم رائع فيه كمان فيلم اسمه اسرار عائلية الفيلم ده برضو بيحل مشكلة كبيرة اوي اوي برضو انصحكم ان انتو تشوفوه مفيد اوي اوي لتربية الاطفال وازاي نربيهم كده فبرضو ايه نشوف الافلام اللي زي دي مش معنى الاسم الواحده في حاجة او الفنانين بيعملوا حاجة في الفيلم ده ما يعجبناش هو الهدف منه ان بيبقى كل فيلم بيبقى مكتوب في حاجة الحاجة دي بتبقى رسالة من الكاتب للمشاهد ان هو عايز يوصل لك حاجة على الفكرة اللي هي في دماغه هو واكيد ان فيه كتير بيفهم الفكرة وفيه اللي بيشوف الفيلم ده ان هو مجرد فيلم معمول اه بشكل سينمائي وشوية فنانين بيتكلموا مع بعض ويبوسوا بعض ويحضنوا بعض وكلام فاضي ما فيش اي افادة من الفيلم تمام فهنا الافلام اللي احنا نسمعها اكيد اكيد لها فايدة هنا الشخصية دي شخصية عقلانية بحتة العقلانية اللي عنده كتير جدا 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 ما بيفكرش غير بشكل عقلاني تعالى بقى نشوف كده الازن دي مرفوع لفوق بتدل على ايه بتدل على ان هو شخصية استقلالية. طيب احنا بنقول كل مرة ان الازن اللي طالع برة دي بتاعت واحد بفكر في الفلوس ومش عارف ايه. ومين يا جماعة ما بيفكرش في الفلوس. ومين مش عايز فلوس? انا عايز فلوس وانت عايز فلوس. وا 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 وا. وكلنا الفلوس اولويات حياتنا من اول حاجة يعني اه لو واحد جه يخيرك تاخد فلوس ولا ا اه نجوزك. هقول لك جوزني مين يا عم? هات فلوس. تمام? طيب مع ان هنا كل واحد بيجي يتكلم مع البنات اللي بحبهم وعايزة اتجوزك وانا مش معي واوا واوا بس اقسم بالله. لما يجي الفلوس ويخيروه نجوزك وكده ولا ندي لك فلوس احسن? والله هيختار الفلوس ومش هيختار البنت اللي بحبها. لان ده ده شوية هرمونات. الفلوس برضو وجودها بيفرض زرمونات اقوى من الحب على فكرة. فالفلوس اهم يعني. طيب هنا احنا احنا قولنا ايه بتاع فلوس? احنا مش بنقول بتاع فلوس ولا بنتكلم ان هو بتاع فلوس لان الناس كلها بتاعت فلوس. واللي ما معهوش فلوس ما يسويش فلوس. وكل واحد يضحك على قد فلوسه. هنا كده ما عندوش اي مشاكل في ان هو يحصل على المال. طيب اه ليه انا بقول ان الشخص ده حنين كده ومحترم ومقدم وكلام ده كله. هو عندو بعض النظرة التشاؤمية في الصورة دي نظرة تشاؤمية شوية. واحنا هنجيبه هو كبير دلوقت ونحلله. هنا الشفاف والبقء والحاجات دي كده. ده من من اثر ان هو ساكت مش عايز يتكلم. في حاجة دايقته في الوقت ده. لان هنا في نصل معلقة اوات. ففي حاجة دايقته قوي في الوقت ده. ومقصرة فيه قوي 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 قوي. لدرجة ان هو مش عايز يتكلم مع حد. كمان برضو شوفوا في حفرة تحت لقينا هي يعني فيه مشاعر عنده. طيب بتاعنا نروح على صورة تانية من اللي هي الجديدة. ونشوف هنا. هنا كده بقى هنا شخصية برضو مصقفة. الازن كبير عنده معلومات كتير. الازن الكبير دي بتدل على معلومات كتير. بتدل على ان هو هيعيش عمر كبير يعني. والاعمار بيدي لله. بيحب يسمع للاخرين. يعني انت لما تروح له. وده عايز يحكي له مشكلة. فيقوم قاعد. يقول لك احكي لي بالراحة كده. شوف هيقول ايه? احكي لي بالراحة. لان هو اساسا شخص طيب. حقاني. طب احنا نقول الحقاني دي منين? الحقاني دي بنجيبها من زاوية الحاجب ده. فعنده حدية. فما عندهش بقى ايه? اللي يغلط لازم يتحاسب. تمام? يعني اللي عنده زاوية بحدية من هنا. فالاشخاص دي حقانية قوي. فعملت حاجة? اه يبقى لازم تصلاحها دلوقتي. لانه لو ما عملتش اللي هو عايزه. هيتقلب بقى معاك لشخصية غضوبة وعنيفة وكده. وهيسمعك كلام الله الغني ان انت تسمعه اصلا. يعني هو ممكن يجي يتكلم معايا هيشتمني مثلا. لا هو مش قصده يشتمك. لا. هو كده كده اساسا بيحترم الاخرين. لان المسافة دي من اول هنا كده. لحد هنا. مسافة دي اعتبر الانف دي صغيرة. فبيتدل على ان هو بيحترم الاخرين. كمان هي كبيرة ضخمة من قدام. فبيتدل على ان هو بشخصية طيبة يعني. عنده حب المعرفة والكلام ده كله. عندنا هنا شخصية قوية في المعلومات. يعني الجابة دي فيها معلومات كتير. الازن دي فيها معلومات كتير. الانف دي فيها معلومات كتير. طيب كمان هو شخصية عملية. فاحنا قلنا ان هنا هو حقاني ليه بسبب زاوية الحاجب دي. فالاشخاص دي لو مش هتنفذ رغباتهم. فهنا يعمل ايه? هايزع عليك. هيتكلم معك بطريقة انت مش حبيبها. طيب الطريقة دي هيتسافل مسلا عليك ويجتمك ويقول لك ابوك وامك وانت حيوان وانت مش عارف بيه. لا 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 مش هيقول لك كده. هو هنا الكلام بتاعها هيبقى يسم بدنك بيه. ليه? لان الشفاف اصلا رفيعها. فبتدل على ايه? بتدل على اختصار الكلام. اللي هو عايز يتكلم معاك كلمتين تفهمهم وتحطهم حلقان في ادانك وتبقى زي الفل كده وتسمع الكلام. بسمعش الكلام يا حبيبي. تعال بقى علشان انا هسلخك وشفيك. كمان هنا العين دي بقى دين بقى مش دموع حبسية. اللي هنا دي دي مش الدموع الحبسية. تمام? ده الجفن ده هو اللي منتفخ. وبيدل على ايه? بيدل على ان هو بيقرأ كتير اه اه عنده معلومات برضو كتير كده. لان نن العين صغير. فده بيدل على ايه? بيدل على شدة التركيز. طيب ما نيجي نشوف الصورة القديمة. ونشوف هل نن العين كان صغير? نن العين هنا ما كانش صغير للدرجة اللي هي يعني ايه? كان صغير اه بس مش للدرجة. على الوش هنا مش صغير. كمان العين دي على الوش مش صغيرة. تمام? يعني عشان نعرف نميز بينها وبين اي حاجة. فهنا الشفاف دي اصلا شفاف عندها ايه? عندها اللي هي تقول لك الخلاصة. فده لما يقعد في حكم فيحكم بالعدل. ليه? مش هيميل على حد هنا ولا هيميل على حد هنا. امتى بقى يميل? لو جينا على الشفاف دي دي معلومات من المفروض. احنا بنتعلم فراسة مش عشان نحلله. احنا بنتعلم فراسة علشان نحلل اي حد. يعني الحلقة دي مش معمولة علشان نعرف شخصيته وا 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 لان مش هيفدنا بكتير يعني ان احنا نعرف شخصيته بيقول ايه? لانه هو مش هنتعامل معاه يعني. تمام? فاحنا بنتعلم على الامكانيات اللي في وشه. الامكانيات اللي في وشه حلوة اوي. امتى بقى يكون ممكن ان احنا نقول ان هو مش هيحكم بالعدل? هنا كده الشفاف دي لو رفيعة قوي 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 فهو ممكن يضلل. تمام? طيب الجفن اللي فوق ده لو هو جاي ومرتخي وينزل لحد هنا بشكل مسلس يعني هنا العيون شكلها مسلس. تمام? لكن مش بالشكل اللي هو هنا دلوقت ده كان بيطلب احتياج للمال يعني كان عايز فلوس. اه هنا في اه في هنا شحمة الازن هنا مش من طبع الاشخاص اللي هي بتغضروا الكلام ده. طيب هو هنا كان عنده بقى مشاكل وحاجات من دي وكده. فهي اللي وصلت عينيه بالشكل ده. الاحتياج المادي بيعمل اكتر من كده. طرحونا نتكلم في ايه الحلقات الجاية. وده كان تحليل فنانة اليوم. ويا رب يكون عجبكم. واللي وصل معاني النهاية وما عملش اشتراك يشتري في القناة. وفعل الجرس يوصل بكل اشعارك. واللي لسه ما عملناش لايك يعمل لنا لايك. سلام.